بسم الله الرحمن الرحيم وحشتك وحشتني طبعا يا شيخ حسام والناس شايفك قريب يعني بس يعني مش مشكلة وحشك التصوير معي يا شيخ تصوير أكيد حاجة تانية حسام أقنعني بأن احنا لازم نعمل لقاء نتكلم فيه عن القرآن الكريم أنا في الحقيقة بأجد صعوبة شديدة في الكلام عن القرآن الكريم لأن كان لي في مرة قديما يعني لما تيجي تتكلم عن الكتاب المقدس لو غلطت مش مشكلة هو الكتاب أصلا محرف وفي مشاكل لكن لما تيجي تتكلم عن القرآن الكريم لازم تكون حريص جدا يعني في كلامك لأن انت بتتكلم عن الله عز وجل وعن كلام الله فدي مسؤولية كبيرة جدا لذلك أسأل الله عز وجل يعني أن يؤثر لنا أمرنا ويكون كلامنا النهاردة يؤدي إلى تحبيب كتاب الله عز وجل للخلق وأنهم يتمسكوا به أكتر وأنهم يهتدوا به ويروا فيه أنه كتاب عظيم جدا لابد أن يهتدوا به ويلجأوا إليه ويتمسكوا به ويداوموا للطلاع عليه وقرأت وتلوت وتدبر وهكذا قاعد حسام يقول لي طيب إحنا هنتكلم عن إيه وإيه الموضوع قل لي أنت إيه الموضوع الموضوع عن القرآن يعني القرآن القرآن ده يعني أنا دايما كنت بسمع مثلا أني مثلا سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه أسلم بسبب سماع صورة الزخرف سماع صورة الزخرف أسلم سمعت أني ملك الحبشة ساب المسلمين وكانوا خلاص ما بينهم وبين أتلهم صفحة من القرآن تلاها جعفر بن نبي طالب رضي الله عنه طب القرآن اللي غير الصحابة وخلى عمر بن الخطب رضي الله عنه من الجاهلية زي ما احنا عارفين عنه إلى الإسلام زي ما احنا عارفنا عنه وجعل الصحابة اللي هم اللي فتحوا العالم كده وسورة غيرت صحابي صورة واحدة بس خلت صحابي يتنازل عن دين أباؤه وأجداده ويتنازل عن كل ثقافته المعرفية ساعتها والجاهلية اللي هو فيها زي سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه بسبب سورة والملك زي ما قلنا ملك الحبشة اللي هو سبب المسلمين بسبب سورة بسبب صفحة من القرآن صفحة من سورة مريم القرآن ده اللي رضي الله عنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشة متصدا من خاشية الله القرآن نفس القرآن هو اللي تلي عليهم هو هو القرآن اللي إحنا بنقرأه طب إحنا ليه مش زيهم أو إحنا ليه متغيرناش ومبقناش زيهم بنفس القرآن يعني نفس الوسيلة واحدة طب إيه فيني المشكلة فأنا كنت دايما بفضل أفكر في الموضوع ده له فيني المشكلة فين المشكلة لقيت إن المشكلة الأساسية هي فكرة إن إحنا بنفكر في عدد الختمات أو عدد القراءة وهم بيفكروا في كيفية تطبيق الآية على أرض الواقع فكرة مصاحبة النص القرآني على أرض الواقع وأنه دو يبقى التطبيق العملي لي على أرض الواقع هي دي اللي تغير فحبيت بقى نتكلم عن القرآن نشوف فين المشكلة نشوف الناس ليه فيه 2 مليار مسلم معهم القرآن مش زي 124 ألف صاحبكا معهم نفس القرآن الله المستحب أنا بس حبي بقول وقت ما كنت بحضر لهذه الجلسة استشعرت حاجاتي شديدة جدا لحفظ القرآن الكريم ويمكن بعض الناس تظن أن أنا خاتم القرآن وحفظه بالكامل أنا حافظ منه الحمد لله لكن مش حافظه بالكامل من الجلد للجلد صور من شوية من قدام شوية من وراء شوية من نص على حسب ما اكتهدت وحفظته وعلى حسب ما تكررت على مسامع الصورة وحفظت لكن الفكرة كلها أن أنا أدركت وأنا عمال أرص إيه المواضيع اللي القرآن تكلم فيها وإيه المواضيع اللي القرآن يريد أن يوصلها للناس وإيه المواضيع الهامة اللي القرآن بيأكد عليها واللي احنا لازم نعمل بيها واللي هي تعتبر من مقاصد القرآن الرئيسية وكنت يعني لجأت لهذا الكتاب دكتور أحمد عبد المنعم ربنا يحفظه يبارك فيه هو اللي أشار إليه اسمه المقاصد العامة للقرآن الكريم مباحث في التفسير الموضوعي لمقاصد القرآن للدكتور أحمد الوتاري وهتكلم بعد شوية عن موضوع مقاصد القرآن وإيه المقصود بيها لكن كان دايما عندي غبطة تجاه شيخ الإسلام ابن تايمية لما كنت بطالع كتاباته كان عنده قدرة رهيبة جدا تكاد تقارب المعجزة بالنسبالي في استحضار الآيات حسب المواضيع يعني احنا بنتكلم عن إيه يا جماعة عن الصبر في القرآن هرسلك كل الآيات اللي في القرآن اللي بتتكلم عن الصبر تقوى الله كل الآيات اللي بتتكلم عن التقوى الخوف من الله عز وجل نعيم أهل الجنة عذاب أهل النار هرسلك كل الآيات بمعنى كل الآيات اللي بتتكلم في الموضوع وأنا نفسي نفس الناس تستشعر قد إيه دي قيمة عظيمة أنا بحس والله إن هي أقرب للمعجزة ولقد يسرنا القرآن للذكر يفهل من مدكر دي قيمة مركزية في القرآن الذكر مش إن أنت تحفظ إن أنت تتذكر إن هذا الوحي يكون إن هذا الوحي يكون حاضر في قلبك فتتذكره مواضيع القرآن تكون حاضرة في قلبك كلام ربنا اللي أنت فاهم معناه يكون حاضر دايما في قلبك تستطيع استحضاره متى شئت وهو دايما في بالك وفي قلبك وإنت عمال تكرره وتتذكره حتى تعمل به ولو كنت مقصرا يقومك وهكذا كتير من الناس بيهتموا إن أولادهم يحفظوا القرآن الحفظ مجرد وسيلة إلى غاية ربنا ما أمرش المسلمين أواجب عليهم إن هم يحفظوا كل القرآن لكن هي وسيلة أنت لو ما تعرفش النص القرآني أنت مش هتقدر تعمل بيه لكن لو أنت حفظه برضو ومش فاهمه مش هتقدر تعمل بيه فيمكن لو كثير من الآيات القرآنية أنا فاهمها لكني أحيانا لا أستطيع استحضارها أو بنساها فبحس بأسى وألم إن أنا كان المفروض علي أن أحفظ القرآن الكريم علشان أقدر استحضر الآيات وأنتفع بها متى شيء في حاجات كتير أنا حطتها قدامي بس يعني لفتة جميلة جدا عجبتني في كتاب المقاصد العامة للقرآن الكريم هو أصلا إيه المقصود بالمقاصد العامة؟ المقاصد يقصد بها كلمة المقاصد دي بيقول الغايات والأهداف التي أنزل الله عز وجل للقرآن من أجليها هو ربنا نزل علينا القرآن ليه؟ وأنا يعني بتخيل أحيانا إن في طريقتين للتعامل مع القرآن وبعتقد إن المفروض المسلم يجرب يتعامل مع القرآن بالطريقتين دول الطريقة الأولانية إن أنت تعيش سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فتعيش مع القرآن كما نزل بالترتيب اللي نزل به وتمشي في أحداث السيرة النبوية وتشوف القرآن نزل في أنهي مواقف كويس وتعيش القرآن بالطريقة دي بهذا الترتيب الطريقة الثانية اللي ممكن تعيش بها القرآن هو إنك تاخد القرآن زي ما هو دلوقتي متجمع ما هو الترتيب ده توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه إن الصحابة اللي كانوا بيكتبوا عنه القرآن كدبة الوحي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم إن الصورة دي تتحطي بعد الصورة دي وهكذا فترتيب المصحف كما هو بين أيدينا ده توقيفي من الله عز وجل حسب أوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فجرب بقى تمسك المصحف وده يمكن أكتر الناس بتتعامل مع القرآن بالطريقة دي امسك المصحف زي ما هو وابدأ من صورة الفاتحة وقرأه لغاية صورة الناس وحاول تشوف هذا القرآن من ورائه ماذا يريد الله عز وجل منك بعيني السؤال يا آه أنا أنا فكرة إن الكتاب ده من عند ربنا خد قرأ كتاب ربنا واستقرأ منه ربنا في الكتاب ده بيقولك إيه فهو هذا العالم الفاضل يعني كان نقل كثيرا من أقوال العلماء إيه هي مقصد القرآن ومش عارف مين اللفتة العجيبة اللي هو قالها هو جاء إلى قول الله عز وجل في صورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد قال لك الآية دي ممكن نقسمها ثلاث أقسام والثلاث أقسام دول حواليهم مدار القرآن كله تقسيمة بسيطة جدا وسهلة جدا لكنها عظيمة جدا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فموضوع الوحي والنبوة والرسالة أنما إلهكم إله واحد موضوع الله عز وجل فمن كان يرجو الإنسان واليوم الآخر اللي مطلوب منه فهو أسمها الله الوحي الإنسان وكل محتوى القرآن الكريم حيتحط تحت حاجة من الثلاثة دول يا إما حيتحط قضية الله يا إما حيتحط قضية الوحي والنبوة والرسالة يا إما حيتحط تحت قضية الإنسان وهو له تقسيم بديع في هذا الموضوع ويمكن ده من أدلة أن القرآن الكريم كلام الله الشمولية دي لما ربنا بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة الدين كامل والنعمة تمت فلا يوجد شيء يحتاج إليه الإنسان حتى يصل إلى الله عز وجل وفي الآخر يدخل الجنة إلا وهتلاقي أن القرآن الكريم بيدل عليه سواء تفصيلا في نص القرآن نفسه أو أنه هو بيقول لك باه شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمل إيه علشان تعرف تفاصيل أكتر القرآن الكريم ما ذكرهاش لكن لن تجد أي حاجة أنت محتاج تعرفها علشان تدخل الجنة إلا والقرآن الكريم بيتكلم عنها ومعنى أنا كنت ما أدركتوش بقالي فترة ودي يمكن ليه علاقة بأنه نحن بتفوت علينا الآيات وأحيانا الشيطان يعني بيلغوش علينا أنه نحن ما ندورش على المعاني ونتأكد أنه نحن فاهمين المعنى كويس بحجة اكتفي فقط بالتلاوة والتلاوة عليها أجر عظيم فيه كده أحيانا والله العظيم إبليس ده لعين لوحية العجيبة يعني أنت بتقرأ القرآن أنت زي الفل وأجر تلاوة القرآن أجر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشرة أمثالها والله يضعف لمن يشاء لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ده أجر عظيم جدا لكن وده جزء على فكرة من مقصد القرآن أو من ضمن الحاجات اللي القرآن اتكلم عليها أن أنت لازم وأن أتلوا القرآن النبي ربنا أمره بأنه لابد أن يتلوا القراءة دي وإسمع الناس القرآن وأن أنت تسمع القرآن من الناس الفكرة دي متأكد عليها في القرآن لكن المفروض ما نقفش عند النقطة دي إزاي أنت أصلي دي ما حصلتش في تاريخ المسلمين منذ أن نزل القرآن المفروض يعني أن القرآن يقرأ عليك وإنت مش فهمه وبعدين تكبر دماغك ولا تبحث عن معناه فالمهم يعني كنت بدور على معنى قول الله عز وجل أن القرآن مثاني يعني أن القرآن مثاني ربنا وصف القرآن بأنه مثاني معنى مثاني أنها المعنى يتكرر أكتر من مرة على أقل مرتين والمقصود بي إيه؟ أنه تأكيد على هذه المعاني العظيمة القرآن الكريم بيكررها أكتر من مرة بأكتر من طريقة علشان يأكد عليها وعلشان يأكد على أهميتها فالمقصد في النهاية أن التلات مواضيع الرئيسية دول الله والوحي والإنسان لما نيجي نقرأ القرآن الكريم هنقدر نطلع بقى كل حاجة احنا محتاجين نعرفها والمعنى الرئيسي في النهاية أن الله عز وجل لم يترك الإنسان حائرا الإجابة على سئلة الوجودية الكبرى الفلسفة بتكلموا عنها دي فالله عز وجل أرشد الإنسان وأعطاه كل الإجابات وأعطاله كل الإرشادات عن طريق الوحي وفي حاجات أنت لازم تعرفها عن الله وحاجات لازم تعرفها عن الوحي وحاجات لازم تعرفها عن الإنسان وفي الآخر القرآن بيكون لك صورة كاملة علشان تقدر تعرف أنت كإنسان إيه تاريخك السابق وكيف تعيش حضرك وما هو مستقبل عند الله عز وجل المصير في الآخر يوم القيامة أنت تتحدث جميل أصل القرآن هو كتاب واحد واحدة واحدة متكملة أما لما تيجي تشوف الكتب الساموية السابقة بشر قعدوا يكتبوا على مدار السنين وتجمعوا على مدار السنين هو لم يكن مكسودا أصلا أن الكتاب المقدس ده يبقى كتاب واحد في النهاية فمعروف أوله وآخره ومداره وموضوعه والدنيا مظبوطة أما القرآن غير رغم أنه نزل على مدار 23 سنة ربنا بيقول عن القرآن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ربنا بيقول لك ده أحسن حاجة أحسن حاجة نزلت من ربنا فالمفروض تتبعوا واتبعوا أحسن ما أمزل عليكم من ربكم يبقى المفروض القرآن ده لأنه كلام الله ففكرة إنه أحنا بنتبع الله عز وجل عن طريق إنه أحنا نشوف القرآن بيقول لنا إيه وده يكون اتباعنا لله عز وجل فبنتبع القرآن طب وإيه كمان فكرة لماذا القرآن لأن القرآن فيه خصائص القرآن بيتكلم عن نفسه حسيب لك أنت بعض الآيات ممكن تقولها لكن فيه آية في صورة فصلت قال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز الأسلوب القرآني ده عجيب حيفرق يعني مع ربنا أن أنتوا كفرتوا بالقرآن وإنه لكتاب عزيز تؤمن بيه ما تؤمنش أنت خبر دماغ في الحياة اللي هو شمان عزيز يعني هو الله عز وجل لا يحتاج إلى أن أنتوا تؤمنوا بالقرآن ولا أنك تصدقوا أن القرآن كلام الله أو أن أنتوا فاهموا إزاي المعنى ده ده لنفسكم أنتوا هو واضح جدا أن القرآن كلام الله أمنتوا بيه ولا أمنتوش يعني دي المصلحتكم أنتوا وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه القرآن ما فيهوش غلطة دي من ضمن الآيات الدل على عصمة القرآن الكريم وإن القرآن الكريم كلام الله لا يحتوي على أي نوع من أنواع الباطل على فكرة الحتة دي حتة أني مثلا ذلك الكتاب ولا رايبة فيه أو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الآيات دي اللي يركز فيها فعلا هي كافية بأن القرآن هو كلام الله لأن ما فيهش كتاب في العالم ولا حتى في الكتب السماوية السابقة تحدد الناس بأنك مش هتلاقي غلطين أي حد عاوز يخلي كتابه يخلط لازم يحط حيطة إيه لو فيه غلطة سامحوني بقى ننسيتش عارف إيه أو لو فيه غلطة يبقى من الناقل على الألد لو عاوز مثلا إيه يقول إن الكتاب ده وطمن عند ربنا فكرة إن القرآن أول ما ينزل لك ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريبة فيه الكتاب ده مفهوش شك مفهوش ظهر شك وهو ده الكتاب ليس فيه شك وإن الكتاب ده هو مفهوش كلمة باطلة ولو كان من عند غير الله لو وجدوا فيه اختلافا كثير الآيات دي بتدل على قوة المنزل هي فكرة إنه لكتاب عزيز 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 فعلا عارف إنت الشبهة بتاعت إن القرآن الكريم مكتبس من كتب اليهود والنصارى وإن النبي تعالى أيها جاب من إيه الأسلوب ده فين في كتب اليهود والنصارى هذه العزة في الكلام اللي مكتوب بالعكس بتجد تفتح إنجيل لوقة يقولك إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق مجهود بذلت مجهود وجمعت في آخر سفر المكابيين من ضمن الأسفار اللي أغلب النصارى بيؤمنوا النموح بيه من الله إذ كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى وإن كان قد لحقاني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا كاذبا مدعيا ليه العنجهية دي يعني أنت بتستفزين يعني علشان إحنا القرآن بيقولك آه لو راجل طلع في حاجة لا لا بيستفزين يا شيخ يعني خلي بالك يعني الفيديو اللي حضراك نشرته ربطة دكتور هشام عزمي كان قال فيه حتة جمدة جدا قال لك امرأ القيس أفصح من ألف ابن تايمية ليه امرأ القيس؟ لأنه من العرب يعني بحد مش طبيعي في العربية إن القرآن يجي يستفز دول يستفز الفتاحلة دول ده الوحده أصلا أنت عارف حتى لو ما حدش رد يعني هو طبعا حضراك أكيد باحث في الموضوع ده تعرف إن كتير جدا حاوله كتير جدا جدا حاوله وحتى من علماء المسلمين اللي حاول على سبيل إيه وضع التحدي يعني وكلهم يعني كان أحد أهل العلم يقول ما انتهيته إلا بتكسير أقلامي ما عرفتش أعمل حاجة إن القرآن يجي يستفز دول دول بالذات ده شيء غير طبيعي من ضمن الحاجات اللي عداها المسلمين اشتغلوا عليها سنين طويلة جدا إبعاد المسلمين عن اللغة العربية أيو علشان لا نستطيع أن نتذوق القرآن الكريم وندرك بمجرد السماع زي ما كان حال كفار كوريش إن القرآن الكريم كلام الله بمجرد السماع كانوا بيدركوا ده الواحد أحيانا لما بيشوف كثير من علماء المسلمين يعني الشيخ أحمد حافظ الحكم اللي عمل سلم الوصول لعلم الأصول والأمر ده موجود عند المسلمين منذ زمن إن هم بيعملوا متون وأبيات شعرية ما احنا جمدين هو يعني فعلا القرآن ده احنا ما نقدرش نعمل زي نونية القحطاني ولا غيره تحس إيه ده ده راجل بيقول شوف كام بيت وشغل جامد تجد في النهاية كل دول المؤمنين وغير المؤمنين بيقروا إن القرآن ده احنا ما نقدرش نأتي بمثله بس الفكرة إيه يعني هي دي برضو من ضمن أدلة إن القرآن الكريم كلام الله هو ربنا بيقولك أولا وأخيرا القرآن كلام الله وإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنه يعني لا يستطيع المخلوق أن يأتي بمثله ومراطب بقى التحدي القرآني إن الأول تأتي بمثل القرآن كله بعدين عشر صور مثل مفترياته وبعدين صورة وبعدين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وجه وقودوا هالناس والحجارة الفيديو اللي أنت قلت عليه بتاع الدكتور هشام عزمي جيد جدا في هذا الموضوع وأتمنى أنه يكمل فيه كل ده ليه كل ده هدفه إيه في النهاية حتى تحصل على اليقين بأن هذا هو الذي يؤدي إلى الاستسلام والخضوة صحيح إن لما القرآن بيقول لك يعمل حاجة يعملها تعمل تعمل وإنت مغمض مدام أنت أدركت بما لها دع مجال للشك إنه إنه من عند ربنا فكرة برضو يا شيخ اللي هو لماذا القرآن يعني عارف أنا أنا لما باجي أقول لماذا القرآن بحاول إن أنا جيبي الإجابات من القرآن ليه بقى لأن أنا مش هجاوب من نفسي عن القرآن مش هتتقول على الله مش هتزبط كده فلذلك الفكرة بقى فلا يتدبرون القرآن عارف يا شيخ اللي هو فكرة إيه أنا دلوقتي عاوز أفتح الكتاب ده أعرف الكتاب ده إيه خلاص فأنا عشان أعرف القرآن ده إيه هبدأ بس أتدبر في كيف وصف الله هذا القرآن فلذلك ربنا عز وجل وصف القرآن بأوصاف عديدة ولكن يعني من أهم ثلاث أوصاف هم إن القرآن هدى أو هداية ذلك الكتاب لا رايب فيه هدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى وإن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى فكرة إن القرآن ده هدى والوصف الثاني هو إنه نور أنزلنا إليكم نورا مبينة نورا مبينة والوصف الثالث إنه هو روح روح وكذلك أوحينا إليكم روحا من أمرنا فكرة إن ربنا عز وجل يوصف القرآن بإنه هدى ونور وروح وتجي تطبق الأوصاف دي على حياتك أنت كإنسان أنت لو رايح في سفرية أو رايح أي مشوار في الدنيا ما تقدرش تمشي من غير يفط اللي بتقولك تروح فين اللي بتهديك إلى الطريق إذن فأنت بدون القرآن هتوه في الدنيا والوصف الثالث إنه هو نور إنت لو نظرك ستة على ستة بس الأوضة كلها ضلمة مش هتشوف حاجة إذن فأنت بدون القرآن أعمى ولو كنت بصيرا والوصف الثالث وهو إنه هو روح إنت لو بدي بلدنج وبتلعب رياضة ليل ونهار بس ما فيش روح في جسمك إنت جثة هامدة ولا شيء لذلك فوصف القرآن بإنه إنت بدون القرآن إنت لو نظرك ستة على ستة وأسكى واحد في العالم ومعك كل هدايات العالم بس معدر القرآن وصحتك كويسة جدا وجات جدا في الدنيا ولكن بدون القرآن بدون الهدى والنور والروح إنت مش موجود لذلك فلما تيجي بتتسأل لماذا القرآن لأن إنت أصلا بدون القرآن لا شيء فالسؤال الصحيح لماذا لماذا ليس القرآن يعني أنا فين الكتاب التاني اللي أقدر أخده بديل للقرآن علشان كده حتى في حلقات الإلحاد كنا بنقول إيه كنا بنقول اللي هو فكرة أنت أنكرت ديني طب يا سيدي شكر ديني غلط فين بقى البديل عايز بقى غنها البديل يعني شكل نفضل مع بعض آه يعني آه فلماذا القرآن لأن إنت بدون القرآن لا شيء أصلا من ضمن الآيات القرآنية التي تتكلم عن القرآن في موضوع ماذا نفعل بالقرآن القرآن بيقول لنا نعمل إيه أو كذا الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب موضوع التدبر ده مقصود بإيه المفترض أن القرآن الكريم بيخاطب ناس عقلة وبتفهم المقصود في النهاية أن أنت تستوعب معاني القرآن الكريم وتفهمها كويس بحيث أن النص ده بالنسبة لك يكون نص مفهوم أنت مستوعب كل معاني لكن يمكن التدبر فيه سنة زيادة شوية أي كلام ممكن يكون كلام مفهوم لكن من عجائب القرآن الكريم أن أنت كل ما بتحاول تتعمق أكتر في مفرداته وألفاظه وتركيبه واللي العلماء بيسموه حسن الرصف والأسلوب يعني ليه ربنا قال كده وما قالش كده وليه قدم ده ورتب تفاصيل بقى الكلام وتتعمق فيه على قد ما تقدر كل ما هتقدر تستخرج منه منافع وفوائد كثيرة جدا جدا ده الفرق الجوهري في القرآن ما بينه وبين أي كلام آخر أن أنت كل ما بتتعمق كل ما بتقدر تستخرج منه فوائد وكنوز وزيما العلماء قالوا أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه فكرة أن القرآن الكريم ربنا وصفه بأنه كتاب مبارك والعلماء قالوا أن أي حاجة متعلقة بالقرآن هيبقى فيها بركة وارتباطك بالقرآن ومدى تأثير القرآن على حياتك سيؤدي إلى انتقال هذه البركة في حياتك فشوف أنت عايز البركة تصيبك في أنه جزء من حياتك شوف القرآن بيقولك تعمل إيه فيما يخصه وفعل القرآن في حياتك فيما يخص هذا الجزء سيصيبك فيه البرك جميل القرآن سبحان الله زي ما حضرك قلت كده بص يعني كان دكتور رحمة عبد المنعم ضايق لك فيه وحفاظه يا رب كان بيقول جملة جميلة قوي يقولك فكر في أي تلاقي حل للمشكلة دي خلاص افتح أي جزء من القرآن هتلاقي فيه كلام عن مشكلتك طب افتح أي جزء تاني بس فكر في مشكلة تانية هتلاقي فيه كلام عن مشكلتك طب ده إيه قالك إن القرآن بيقع على قلب كل واحد على حسب حاله يعني مثلا فيه واحد كده كان بيقول إيه بيقول أنا توبت بسبب إن أنا كنت مدهي جدا 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 وكنت حسن الدنيا كلها جاي علي وأنا ماشي في الشارع كده سمعت الإمام في الترويح بيقرأ قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فحسيت إن ربنا قريب مني جدا جدا ده قرب من حبل الوريد بتاعي طب ما خلاص لما أنا خايف من إيه فبدأ يدعي ربنا ومشكلته تحلت في الأصل الآية دي إيه صورة كاف آية وعيد صح يعني هي أصلا بتتكلم عن إيه إن هي بتخوفك ليه ده شافها إن هنا ربنا بيقوله أنت مشكلتك في إيه ده أنا قريب منك لأنه سمع القرآن على حسب حاله تخذ الآية على حسب حاله ولذلك إحنا لابد إن إحنا نقرأ القرآن وكأنه أوحي إلينا يعني كأنك إنت نزل عليك الوحي بالقرآن ده ونزل على حالك إنت وابدأ بقى تفكر في حالك إنت يعني مثلا أنا كان عندي مشكلة أنا والله فعلا كان عندي أنا مشكلة كبيرة جدا جدا في تكوين شخصيتي أنا كان عندي مشاكل في شخصيتي كتير جدا في الأول خالص خالص كنت شخصية ضعيفة جدا جدا وكنت يعني شخصية ضعيفة في كل حاجة والناس ممكن تترق عليها سهل جدا فعشان أحل المشكلة دي حاولت أجيب العكس فعملت إيه اتحولت بقيت شخصية متكبرة جدا بقيت بقيت ما مش يدوس على خل إلا زي ما بيقول واللي يكلمني ما ردش عليه فعلى قية الناس بدأت تحترمني ولكن بتكرهني أنا مش عارف عمل إيه يعني طبعا أعملكه إيه فبدأت أن أنا أقرأ القرآن بعين تصليحي الشخصية وطبعا أنا معرفش لدرجة أن أنا فصر القرآن مثلا الحالي والكلام ده ولكن بدأت أسمع بقيت روحات القرآن وبدأت أسمع عن تكوين شخصية النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل إزاي وكان بيتعاون مع الناس إزاي وإزاي كان قوي وفي نفس الوقت رحيم وإزاي محبوب وإزاي في نفس الوقت شديد وإزاي بيهابوه وفي نفس الوقت التكوين ده جيز إزاي بدأت أقرأ في السيرة وقرأت في تفاصيل شخصيات الأنبياء لحد ما بقيت أحاول أن أنا طبق تفاصيل الشخصية دي علي لقيت الموضوع أتغير تماما يعني أتغير تماما في كل حاجة فعلا ففكرة أن القرآن يكون حياتك أو هو اللي يكونك أنت تبقى عبارة عن قرآن أو عن محاولة لتطبيق القرآن في جسدك أو في تطبيقك للحياة دي ده شيء مبهر يعني أنت لو حاولت تعمله فعلا شيء مبهر يعني كان تقريبا دكتور حزم شمان ربنا أحفظه كان بيقول سيب نفسك للقرآن افتح للقرآن واسيب نفسك لي وشوف هو هيودك فيه شوف هو هيكونك إزاي لذلك القرآن فعلا لابد أن احنا نقرأه وعارف أنت يا شيخ لما تبص لمرآة أنت ببص على مرآة ولا بتبص لنفسك من خلال المرآة نقص لنفسك من خلال المرآة آه يعني أنت تبص على المرآة نفسها افتح القرآن مش عشان تبص على الحروف والكلمات افتح القرآن علشان تبص لنفسك من خلال القرآة اعتبروا كده مرآتك شوف القرآن بيوصف منفروض الشخصية المسلمة بتبقى عاملة ازاي وابدأ انت طبق بقى ابدأ انت شوف نفسك انت انت مطبق لده ولا لا مثلا ذلك الكتاب ولا رايبة فيه هدى لمين للمتقين طب مين بقى المتقين عايزة بقى المتقين عشان القرآن ده واتي هديني الذين يؤمنون بالغيب واحدة واحدة بقى مشانا انتقل على طرق الصلاة الغيب ده له ايه منه الموت ومنه الحساب ومنه الجنة ومنه النار ومنه الملائكة ومنه الكتاب منه كل حاجة صحي كده طيب انا دلوقتي مؤمن بالغيب مؤمن بالموت مثلا انا عملت ايه بقى الموتي فالمفروض ابدأ اجاهز لموتي ابدأ اجاهز ان انا دلوقتي ممكن اموت كمان دلوقتي حتى ممكن اموت ابدأ اجاهز ان انا هقف قدام ربنا قدام ربنا هقف لوحدي يعني هقف لوحدي فردا هقف لوحدي قدام ربنا انا اجاهز للوقفة دي ولا لا ابدأ اجاهز ان انا وعمرك فيما أفنائي ربنا يسألني السؤال ده أنا أفنية عمري في إيه طب هعملي في اللي جاي ده كل دوت في كلمة يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وتبدأ تعرف معنى الإقامة ومعنى الأداء والفرق بين إقامة الصلاة وأداء الصلاة وكده بقى وتبدأ تمسك كلمة كلمة في القرآن بص لنفسك من خلالها وبص هي هتوديك لفين أنا كنت دايما بحب جدا 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 سورة يوسف وكنت دايما بسأل نفسه وليه ربنا عز وجل بيقول أن هذه الصورة أحسن القصص يعني الله عز وجل يقول ألف لا يمراء تلك ياته الكتاب المبين نزلناه القرآن العربي اللي عليكم تعقلين نحن نقص عليك أحسن القصص ليه أحسن القصص ولما ألاقيت أن الصلاة دي حتى مش الصورة الوحيدة مثلا اللي بإسم النبي وبتحكي عن النبي طبعا سورة نوح بإسم نوح وبتحكي عن نوح وفي صورة كتير بتحكي عن أنبياء اشمعنا الصورة دي الصورة دي جايبة تفاصيل تفاصيل حياتك بس في قصة سيدنا يوسف يعني مفيش حاجة هتقع فيها في حياتك إلا هو هتلاقيه في قصة سيدنا يوسف مفيش الصورة دي فعلا كافية فكرة مثلا أنا كنت دم بتدبر في قاية إن أهل السجن المجرمين المجرمين بيقوله سيدنا يوسف عليه السلام إن نراك من المحسنين لو دخل معه السجن فتياني قال أحدهما إني أراني أعصر خمر وقال الآخر إني أراني أحمله فوق رأسي خبزا تأكله الطير من نبقنا بتأويله إن أنا نراك من مين من المحسنين إيه الشخصية اللي كانت في سيدنا يوسف عليه السلام إيه تكوين الشخصية ده اللي يخلي مجرمي السجن ما يقولوش مثلا إن انت راجل محترم أو راجل احنا ما نخاف منك إيه الشخصية المكونة دي اللي تخلي المجرمين في السجن يقولوله إن أنا نراك من المحسنين ومعنى كلمة محسن أصلا يعني مثلا ليه مثلا مش إن أنا نراك من الطيبين ليه مش مانا محسنين دي فكرة بقى إيه تكوين شخصية سيدنا يوسف كان بيتعامل إزاي تلاقي إنه هو كان في البير عزيز بيعبد ربنا ما عندهش مشكلة هو طفل وهو في السجن عزيز بيعبد ربنا وبيقولهم بيبلغهم عن ربنا عز وجل بيقولهم إيه يعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا ولكن أكثر الناس لا يشكرون إنه هو بيدعو ربنا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فكرة إنه هو بيدعوهم حتى في السجن لما جي إنت تعرف الرجل ده شيخ معنى لشنا طوولت يعني تعرف سيدنا يوسف عليه السلام اتساجن كم سنة يعني بضع سنين من 6 إلى 9 سنين في اللغة عارف يعني إيمة جون ظلم من ستة لتسع سنين وبعدين قال الملك اقتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك مش طالع قال ارجع الى ربك فاسأله ما باله النسوة اللي هاتي قطعنا ايدي انا مش هطلع غير وانا مثبت لبرأتي عزيز راجل عزيز مش عاوز يطلع كده انا مش هطلع بعطفه من حد انا هطلع عشان انا بري لحد ما اثبت فعلا برأته وربنا عاد نفس الكلمة تاني خدت بالك انت في الصفحة اللي بعدها على طول وقال الملك اقتوني به فلما كلمه فلما جاءه الرسول لكن لما سيدنا نشف عليه السلام طلع ما جاش للملك لفظ المجيء ده ما جاش ما قالش مثلا فلما جاء كلمه قال فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكينه نامي عزيز في كل شيء محسن لكل شيء ولما بقى وزير قالوا اننا راك من المحسنين محسن في السجن ومحسن برا السجن عابد لربنا عزيز جل في البير وبر البير عابد وهو بيتباع عبد وعابد وهو في القصر وعابد وهو في السجن ما عندهش مشكلة مع حاجة تكوين الشخصية دي بقى لما القرآن يفصل لك ده وانت تطبق الشخصية دي عليك تلاقي نفسك ماشي في قصة الناس حاجة فريدة طبقت القرآن على نفسك ولذلك السيدة عيشة رضي الله وانا لما كانت تمدح النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كان قرآنا يمشي على الأرض تطبيق القرآن عليك ومصاحبة النص إلى أرض الواقع شيء مبهر يخليك شخصية مبهرة نقطة مهمة جدا في القرآن وربنا لام عليها بني إسرائيل قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا القرآن المفروض تؤمن بكله وتاخد بكل اللي فيه كويس طيب هل أنت متخيل أو متصور إيه هي أهم المواضيع أو المقاصد اللي القرآن الكريم بيتكلم عنها ويريد منك أن أنت تعرفها حابب بس أستعرض معكم الخريطة دي زي ما قلنا هو قسم الموضوع الله الوحي الإنسان كويس أهم جزء في القرآن الكريم هو الجزء الذي يتكلم عن الله عز وجل والعقيدة في الله عز وجل والإيمان بالله عز وجل وأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل وأفعال الله عز وجل وسبحان الله برضو يعني أنا متأثر بالنقطة دي أنت بتقول لي كفاية كده مش عارف مين لأننا لما بشوف في الأديان الأخرى هم محتسين يعيني مش عارفين يعملوا إيه القرآن مش بس بيكلمك عن ربنا بيقول لك إزاي تعرف ربنا وكيف تستدل على وجود الله عز وجل وكيف تصل إلى الإيمان بالله ده أمر عجيب كيف تصل إلى الإيمان بالله كيف تصل إلى الإيمان بصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف تصل إلى وحي القرآن الكريم وإن القرآن الكريم كلام الله دي من ضمن الهدايات وزي ما قلت أنت لو ما عندكش الأصول دي هيبقى فيه عندك فكرة الشك أو الريب أو هل فعلا المفروض أسمع أتبع القرآن في كل تفاصيل أو كذا في موضوع الدلالة على وجود الله أنا مش هتكلم في تفاصيلها لكن والله أمر مبهر إنك لما تقرأ القرآن من أوله لآخره وتستعين ببعض التفاصيل يعني الناس البسيطة اللي عايزة تقرأ القرآن وتحاول تفهمه أبسط شيء ممكن أن تفعله هو إنك تشتري مصحف في الألفاظ أو الكلمات على الهامش ده قال لي حاجة تاني حاجة إنك تجيب تفصيل ميسر اللي هو كأنه بيعيد ترجمة النص القرآني ما الترجمة دي نوع من الشرح أو التفصيل أنا بعيد عن لغة العرب الأوائل دول فما بقيتش فاهم المستلحات دي والألفاظ دي فهو كأنه بيترجمها لك للغة أسهل وأبسط في سطور بسيطة بحث إن انت الآية دي معناها إيه هديلك مقابل ليها بكلام بسيط ده تاني مرحلة تالت مرحلة إن انت تشوف تفسير أكثر عمقا بيتناول الكلمات القرآنية نفسها ويبتدي بقى يتعمك في أصولها يعني مثلاً زي ما أنت بتقول كده تقوى هدى للمتقين يعني إيه متقين فيقول لك إن المتقين من تقوى ووقاية واتقاء يعني تحمي نفسك فيبقى المتصف بالتقوى هو الذي يجعل بينه وبين النار وقاية وكيف يجعل بينه وبين النار وقاية إنه يتبع أوامر ربنا وينتهي عن نواهي يقف عند حدود الله فمش هيصيبه النار فهذا هو المتقل وهكذا يمشي في كل مصطلح قرآني ومن خلال لغة العرب والمعاجم المرجع ده باي يسهل لك الموضوع ده فيقول لك مثلاً الكلمة دي معناها كذا مرحلة أعلى من كده شوية إن انت بقى تبتدي تتعمق في أسباب النزول والربط بالسيرة وتبتدي بقى تدخل بقى في تفاسير أعمى لكن دايماً أهم مستوى لازم تقطعه ما بينك وما بين القرآن إن الكلام ده أنا فهمه ده على الأقل يعني أقل حاجة ما ينفعش تقرأ عليه القرآن وانا مش فاهم إيه اللي بيتقال ما ينفعش فيعني من خلال استقراء القرآن بتبتدي تدرك إن موضوع الدلالة على وجود الله عز وجل الله عز وجل تكلم فيه كثيراً جداً وبيتكلم فيه في أصول يعني فيما يخص موضوع الإلحادة ربنا بيتكلم في عيات كثيرة إن الملح الدل المنكر لوجود الله ده ما عندوش عقل وإنه أضل من الدابة من الأنعام فكرة برضو إنه لكتاب عزيز المعاني القرآنية لما بتتشربها وتتأقن منها بتبتدي فعلاً ودي نقطة مركزية في القرآن تصحح تصوراتك الملحد ده مهما كان دكتوراه ماجستير بروفيسور مدرس في الجامعة مش عارف مين هو ليس من قولي الألباب ليس من الذين يفقهون حقيقة مهما حاول يخفي ده في نقطة أنت قلتها وهي أيضاً من ضمن الأمور المتعلقة بالاستدلال على وجود الله أنت تقرأ القرآن والقرآن يؤثر فيك حسب حالك كان فيه نقطة أنا ما كنتش مستوعبة فيه آيات كثيرة في القرآن الكريم بتقول إن المؤمنين لما بيسمعوا القرآن أو لما بيقروا بتزدهم إيماناً أما الكفار فبيزدادوا رجساً إلى رجسهم أو يعني ما بيؤمنوش طب ليه تخلي ده على جنب سنة الكفار اتهموا القرآن بأنه سحر المفروض إن لو كان القرآن سحراً فعلاً أي حد يتقرأ عليه القرآن يؤمن على طول ويسلم ويخضع ويعرف أنت يأثر فيه سحيره بقى يأثر فيه على طول لكن ده ما بيحصلش كفار قريش كانوا بيدركوا إن القرآن كلام الله ولكن مع ذلك ما بيخضعوش وما بيستسلموش جحدوا بها استيقونته فده مالمح عجيب إن القرآن في الآخر بيتعامل مع ما في القلوب وبيتعامل مع طبيعة النفوس أنت نفسك بتتأثر بأفعالك فيأما بتبقى محتفظ بالفطرة اللي ربنا خلقك عليها وأني خلقته عبادي هو نفاء كلهم مائلين للخير مبتعدين عن الشر فلما يتعرض عليه الحق يقبل تحافظ على ده يا إما أنت بتشوه ده بأفعالك وأعمالك فلما يتعرض عليك الحق لا تقبله وتنفر وتلاقيه مش مش راكب ما بيستنكش معاك مش راكب مع نفسك ما بيجيش معاك آه مش ما انتش رفضه انت كده فاهموا ازاي من ضمن أدلة إن الله موجود وإن القرآن الكريم كلام الله إشاراته الدقيقة لهذه الأمور المتعلقة بالغيب يعني هنا هو مقسم إن من أدلة وجود الله المسائل المتعلقة آثار الله عز وجل على عالم الشهادة إن انت تتعمل المخلوقات تتعمل القرآن بيلفت أنظارك إلى مسائل ليست مادية وبيكشفها لك وبيسلط عليها الضوء كويس وانت بتحسها وبتعرف إن كلام ربنا ده فعلا صحيح فتدرك إنه كلام الله وتدرك إنه ده بالفعل كلام اللي خلق الكون لأنه بيشير إلى هذه المعاني الخفية الغيبية المتعلقة بالإيمان دي مش دي مش حاجات مادية صحيح سبحان الله من أهم الأجزاء المتعلقة بالقرآن الكريم في موضوع قضية الله عز وجل إنك تعرف ربنا فالقرآن الكريم كثيرا يتكلم عن صفات الله عز وجل صفات باب كبير وبعدين في الأسماء وبعدين في الأفعال لو كان القرآن الكريم الله عز وجل شاء إنه يكتفي فقط بتصحيح تصورات الأمم عن الله لكفى بيها ونعم يعني لو كان ربنا شاء إن القرآن دا ما بيتكلمش غير عنه سبحانه وتعالى ويصح اعتقاد الناس فيه سبحانه وتعالى فيثبت له صفات التقديس والكمال وينزهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب ويقول لك بقى ودي من ضمن الحاجات العجيبة الإنسان ماضي وحضر ومستقبل الناس المجرمة الكفار الأدام دول كانوا بيقولوا ايه عن ربنا والكلام دا غلط وربنا يصلحوا فيجيب كلام الوثنيين ويصلحوا ويجيب كلام النصارى ويصلحوا ويجيب كلام اليهود ويصلحوا وهكذا لو فقط دي المنفع الوحيدة اللي طلعنا بها من القرآن لكان كافيا في الدلالة على إنه كلام الله صحيح لأن دا ما بحث كبير جدا لا يخلو صفحة من كتاب الله إلا ولما بيتكلم عن الله يا جماعة الكلام دا والله ما بيحسوش غير الناس الغلابة اللي بيقولوا كتاب مقدس فيه فيه أصفار أصفار كتب كاملة تخيل صورة ما بتتكلمش عن ربنا انت متخيل دا في القرآن يقول لك دا سفر أستر دا ما لا يذكر لا يذكر الله ما بيجيبش سيرة ربنا ايه دا انا استفدت عامل ايه طيب انا استفدت عارف انت كل بالله علي ماذا استفدت يعني القرآن عجيب ياخ انت لو فقط تأملت فاتحة الكتاب من أول بسم الله الرحمن الرحيم وتفضل تطلع منه ما تستطيع ان تعرفه عن الله ما هو بيكلمك من أول بسم الله الرحمن الرحيم تعرف من ضمن أقوال المفسرين في سورة الفاتحة بمناسبة سورة الفاتحة يعني ان التدبر في سورة الفاتحة لوحده يعرفك فعلا معنى ان دي أعظم سورة في القرآن يعني مثلا قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين ليه ما قالش الحمد لله خلاص او ليه ما قالش الحمد لله الرحمن او الحمد لله العظيم اي اسم من اسماء يعني اش معنى رب وش معنى رب العالمين وش معنى نفذ الربوبية مش الألوهية مش إله العالمين مثلا تلاقي تدبرات يا شيخ وشروحات عجيبة ومعنى الحمد نفسه ومعنى الحمد وليمش الشكر يعني يقولك مثلا إيه إن الحمد لله رب العالمين العالمين أي كل العالمين العالمين يعني عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم النبيات وعالم ما لم تراه يعني كل العالمين خلاص ومن ضمن معاني الحمد لله رب العالمين هو أن الحمد لله أن الله هو رب العالمين يعني إيه يعني مثلا تخيل لو عندنا رب هو مش هقولك بقى رب ظالم عشان ما نفترضش أن فيه رب ظالم ولكن رب عادل وليس رحيم كرحمة الله بس يعني هو مثلا قال لك هامل كذا وهنعم عليك ولو عملت خطأ هحسبك في الحال حقه صح الله عادل تخيل لو لنا رب زي ده احنا ما كناش زماننا عادين فالحمد لله إن ربنا هو صفات الرحمة المتناهية دي والحمد لله إن ربنا عز جل هو هو الرحيم والحمد لله إن ربنا هو رب العالمين من فيه رب غيره تخيل كل ده أنا بتدبر فيه في آية ولسه ده احنا ايه بنتكلم كده إجمالي عارف ملمح فقط فكرة رب العالمين الواحد دايما بيقول لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا كاذبا مدعيا كان أكيد الدين ده هيبقى عليه ملامح القومية ملامح الجزيرة العربية الضيقة تيجي أنت تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه إيه وسع الأفق صدح حلوه أوي والله ما قالش أسف الحمد لله رب مكة ما قالش زي بني إسرائيل مثلا إله إسرائيل إله 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 المسلمين رب العالمين علشان تدرك إن ده كتاب للناس كافة ل ما هوش دين قومي ضيق ودي آلهة العرب تروح وتعبدوها ما فيش الكلام ده فيه بس ملمح عجيب الرابط ما بين القرآن الكريم وما بين معرفة الله عز وجل ودي من ضمن الآيات التي أرجو يعني أن لو تتبرها الإنسان وانتفع بها لكافته لأن ما ينفعش نكون بنتكلم عن القرآن الكريم ولا نتلم من كتاب الله عز وجل الله عز وجل يقول في سورة الحشر بس عايز أقول معلومة كثير جدا من العلماء لما جم يتكلموا في إعجاز القرآن الكريم قالوا إن من أكبر أبواب إعجاز القرآن الكريم ما يسمى بي احفظ الجملة دي كده لأن فيه كتب مكتوبة بالعنوان ده تناسب الآيات والسور يعني هي تناسب الآيات والسور يعني هي ليه الصورة دي قبل دي وليه الصورة دي بعد دي وليه الصورة دي مختومة كده والصورة اللي بعدها بتبتدي كده وليه الآية دي بعدها الآية دي وليه الموضوع ده في الأول والموضوع ده بعد كده والموضوع ده في الثاني لو أنت لو أنت ساذج لدرجة إن انت ممكن تقرأ في القرآن فتعتقد إيه ده هو ربنا ليه كان بيتكلم فجأة هنا ورح ينتقل فجأة هناك ولم تستطع أن تدرك ليه ويهيأ لك الشيطان يوزك إن ده يعني عبث ما من وروج حكمة يبقى أنت غلبان شوف الملمح ده الله عز وجل يقول في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إيه الآية اللي بعديه على طول هو الله الله جمده قوي إدراك إن القرآن الكريم ده كلام الله جميلة وإن أنت هتحملني كلام الله فالجبال خشعت لما عرفت الله عز وجل وإن ده كلام الله فلذلك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الدين بقى أسماء أسماء الله عز وجل وتدبر في معنيها حتى أعرف من هو الله حتى أقدر إن القرآن الكريم ده كلام الله فأخشع بقى لما أقرأه وأسمعه ويتلع علي سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة أحيانا كثيرة ناس غالبة زي حالاتي يعني بيقولوا عن نفسهم طلبة علم أو بحثين أو كده من ضمن ملامح الإبهار من ناحية العقيدة عارف أنت فيه إن صار عندهم حاجة اسمها اللاهوت النظامي اللاهوت النظامي يعني يعني العقيدة منظمة مرتبة القرآن مش مترتب أكاديميا موضوعيا يعني الترتيب اللي أنا عامله ده الله الوحي الإنسان والله اسمه ده أسماء صفات أفعال مش عارف ك القرآن مش مترتب بالطريقة دي ترتيب القرآن عجيب بحيث إن انت تدرك ترابط المواضيع كلها ببعض ودي نقطة جوهرية ما تهتمش فقط بدا وتفصل عن ده أو لازم تاخد كله على بعض لكن أنا من خلال استقراء القرآن أستطيع أن أستخلص منه أصول وقواعد وأهم مقاصده وأبتدي بقى نظم ورتب تسهيلا فيما بعد لما أجي أقرأ القرآن الدنيا تكون وضحة في دماغي أنا أكتر الله عز وجل لما يتكلم وله الأسماء الحسنة كان ممكن يقول له دي أسماء وإيه دي أسماء ربي هو بيضع قاعدة إن الله عز وجل أسمائه كلها حسنة ويرجع بقى للمعجم في لسان العرب وشوف يعني إيه حسنة وطلع بقى يبقى أحنا نستفيد إيه من الكلام ده طب أهل الكتاب بقى لما كانوا بيتكلموا عن ربنا كانوا بيتكلموا عنه إزاي كانوش بيتكلموا عنه بالحسنة الله ربنا تعليم كثيرة جدا يعني سبحان الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز والحكيم طيب بقى الآية دي أولها إيه لو أنزلنا هذا القرآن بعدين ربنا بعدين على طول بيقول هو الله نفس الملمح ده في سورة البقرة الآيات المعروفة قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ماشي الآية اللي بعديها على طول بتقول إيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تعرف ربنا من خلال القرآن أهم ما يمكن أن تستخلصه من القرآن أن أنت تعرف عن ربنا ولما تعرف عن ربنا تدرك أنه قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالقرآن كثيرا جدا ما بيربط ما بين إن أهم ما يمكن أن تستخلصه من القرآن هو إنك تعرف الله عز وجل وعندما تعرف الله عز وجل ستطيعه وستعبده وستستسلم له وستخضع له وتنقاض والدنيا هتمشي معك لعلهم يرشدون تبقى على هدى ورشاد سبحان الله الله عز وجل حتى في القرآن لما يتكلم عن نفسه بيتكلم بألفظ دقيقة يعني مثلا ربنا عز وجل لما تكلم عن فكرة الرحمة والعذاب قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ما قالش وأني أنا المعذب والأليم قال وأن عذابي هو العذاب والأليم تب ليه ربنا عز وجل لما بيتكلم عن نفسي ليه هنا قال أني أنا الغفور نسب المغفرة والرحمة لذاته عز وجل ولما تكلم عن العذاب قال أنه يمتلكها لكن لم ينسبها لذاته يعني ما قالش وأني أنا المعذب معينها نفس الفعل على الفكرة وأني أنا الغفور أني أنا المعذب صحي كده ليه قال وأن عذابي هو العذاب والأليم ليعلمك بأن الله عز وجل رحمته سبقت غضبه وأن الله عز وجل الأصل في التعامل هو الرحمة ولكن لديه عذاب لديه عذاب يعذب من يستحق العذاب فيما نزل تقول لك هاي نلغي الناريو من القيامة والكلام ده وتسبك منهم عارفهم يا شيخ فالمهم فكرة أن ربنا عز وجل فعلا بيتكلم عن نفسه في القرآن أنت لو عاوز تعرف ربنا عز وجل من القرآن وخصوصا بادي الوقت يا شيخ يعني إحنا في عصر السوشيل يعني صفات الله من القرآن بس كده ده لو أنت عاوز تعرف حاجة معينة وخش وقرأ الآيات اللي بتتكلم عن الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم بعدين ما يتكلم عن الناس الله ولي الذين أمنوا بدأ هنا بأ الله وهنا بأ الله وكأنه بيقول لك أن أنت حياتك كلها محورها بيد الله عز وجل أنت مش هتخرج من الدائرة دي في ملمح كنت عايز أقوله بما أنك ذكرت الآية أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم العلماء قالوا هي ليه أعظم آية لأنها تتكلم عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته والعلماء بيستخلصوا منها إن الله عز وجل متصف بأصفات ذاتية الحياة والقيومية وأنه علي وأنه عظيم وأنه مستحق وحده الألوهية في معاني إحاطة ملك الله وإحاطة علم الله وإحاطة قدرة الله كويس شوف الملمح الآية اللي جات بعد دي على طول بتقوله لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي إيه المعنى إنت لما تتأمل كيف تكلم الله عز وجل عن نفسي في القرآن تدرك بما لا دعم أجل للشك إن أكيد ده كلام ربنا وإن الدين ده هو الدين الحق إنه بيتكلم عن ربنا كده فلابد تواعية أن تؤمن به ولا يمكن تكره على مثل هذه المعاني العظيمة إنت نفسك هتبقى حابب تؤمن وتعتقد بالدين اللي بيتكلم عن ربنا كده لذلك قال تعالى لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي يعني تقرأ تعرف القرآن بيتكلم عن ربنا كده تعرف إن ده أكيد كلام الله لأنه يتكلم عن الله عز وجل بهذه العظمة والقدسية ونسبة الكمال لله وتنزيه الله عز وجل عن صفات النقص لا تأخذه سنة ولا نوم كل الأبواب العقيدة في الله موجودة في الآية دي فتدرك قطعا ولا شك الذي يتكلم عن الله ده أكيد ده كلام الله الله عز وجل يتكلم عن نفسي بهذه الطريقة ما نلاقيش زيها أبدا بعدين يقولك لا إكره في أي مكان تاني خلاص أنت مجرد ما تتأمل هتعرف يبقى أنت مش محتاج حد يكرهك على الإسلام لابد أنت طواية أن أنت تحب تنتسب لهذا الدين وتتبعه وفيه واجه تاني بمناسبة معنى لا إكره في الدين يعني فيه واجه من المفسرين قالوا فيه أنه لا إكره في الدين لماذا لم يقل لا إكره في دخول الدين هذا ليكون اللفظ عمومي فييجي منه واجه تاني ومعنى تاني وهو لا إكره في الدين أي أنت كمسلم لا إكره عليك أن تفعل كذا في الدين يعني مثلا أنت مش مجبر أنك تصلي ومش مجبر أنك تصوم ولكن إذا عرفت الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنتهم ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وبعدين الآية بقى أقول لا بتطمنك إن ربنا كل شيء بإيده فبيقولك لا إكره في الدين يعني أنت مش تعمل حاجة غصبة عنك لكن لازم تعملها زي ما حضرك قل طواعية لو كأنك من كتر ما أنت حبيت ربنا عز وجل واتطمنت بوجود الله عز وجل أنت هتعبد ربنا محبة في الله عز وجل وأنك طبعا أنت لازم تجاهد نفسك يعني المرحلة دي مش سهلة ولكن فكرة أن أنت لا إكره في الدين من معانيها أن أنت لم تكره ولن تكره على عبادة معينة أو طاعة معينة داخل الدين مش بس في دخول الدين من ضمن الملامح العظيمة في القرآن الفلسفة بيقولوا إيه بيستخدموا مصطلح كده اسمه world view world عالم view النظرة العالمية إيه النظرة العالمية دي كل دين كل معتقد كل مذهب بيبقى له تصور معين للوجود ولهذا العالم من أين جئنا ولماذا نحن هنا وكيف نبغي أن نعيش الكون دا جزاي الإنسان دا جزاي مطلوب مننا نعيش على الأرض الإسلام هو الدين الوحيد الذي يؤتيك بتصور كامل شامل في كل الموضوع دا وبيقولك الله خلق الكون خلق الإنسان فيه بقى موضوع الوحي والنبوة والرسالة والأنبياء والرسل منذ آدم لغاية النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أنزل الدين والوحي والكرام دا كله والمطلوب منك إنك تلتزم بهذا الدين وربنا هيحزبك عليه ففيه بقى مصير بعد الموت ماذا بعد الموت دا سؤال وجودي كبير فماذا بعد الموت فيه حساب والحساب دا فيه بعديه ثواب وعقاب وإن أفعالك في الدنيا ستؤثر على مصيرك في الآخرة بيرسم لك التصور الضخم دا من ضمن أهم التصورات اللي القرآن بيأكد عليها في موضوع الوحي دا عارف الموضوع الإلحاد بيقولك إيه من ضمن الحاجات المهمة في نقد الإلحاد موضوع حاجة الإنسان للدين هو إحنا أصلا محتاجين للدين هو إحنا أصلا محتاجين القرآن هو إحنا أصلا محتاجين إن ربنا يهدينا ويبعث لنا أنبياء ورسل ما نمشحنا بدمغنا باختصار شديد الواقع إن الناس بتختلف ومن ضمن رحمة ربنا بخلقه إنه يبين له هم ما اختلفوا فيه إيه اللي مفروض تعملوه في المواضيع اللي انتو بتختلفوا حواليه التصور دا هم جدا وجوهري وبرضو من أهم مقاصد القرآن الكريم فكرة وما خلقته الجنة والإنس إلا ليعبدون العبادة دي المقصود بها إيه معاني كثيرة جدا في الآخر جوهرها في معنى الطاعة إنت هتسمع كلام مين في الدنيا دي هتسمع كلام مين هتمشي ورامين إيه المؤثر عليك فيما يخص معتقداتك وأفعالك وأقوالك هو دا جوهر العبادة العبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب هو المؤثر الوحيد علي قال لي أعمل كده هعمل قال لي معملش مش هعمل قال لي أؤمن بكده هؤمن قال لي ما تؤمنش مش هؤمن فيبقى كل حياتي لله رب العالمين لا شريك له في هذا المؤثر جميل وبذلك أمرت وأنا أول مسلم فلذلك ربنا بقى بيتكلم كثيرا عن موضوع الوحي وإن ربنا هذا الناس وفكرة بقى إن له له لهذا الوحي كان ممكن الناس يبقى ليهم حجة عند الله عز وجل دي بقى يعني فكرة إن إنزال القرآن وبعثت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى قطع لأي حجة أنتم ملكوش حجة قبل بقى الحجة شيخ خليني كده علق على فكرة أنت هتتبع مين يعني أنت حضراك لساقي اللفتة جميلة قوي اللي هو أنت بتقولها هتتبع مين وكأنك بتقول لي أنت كدك هتتتبع صحيح حلوة قوي عرف اللي هو أي والقرآن بيبين ده عما أنا مش هتتبع حاجة والله هتتتبع أنت هتتتبع على ألا هوك يعني اللي أنت عاوزه أفهم رأيت من اتخذ إلهه هواه ولذلك نفذ العبادة أصلا معناها اتباع يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه آية تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله رحولوا بعض النصار رسول الله وضايما كنا نعبده فألوم يعني هو مش كانوا هم بيحللوا حلال ليكو بيحرموا الحرام وأنتم تتعلموا ما قالوا آه قالوا فتلك العبادة ولذلك حتى معنى العبادة هو الاتباع فخليني أوضح كده حاجة جميلة أوي في القرآن وهي أني أنت إن لم تتخذ القرآن هدى فسيصنع لك الشيطان هدى موازي مش هيبه هدى بقى وستتتبعهم وستتتبعهم فأ أنت هتتتبع ولذلك سيدنا أبراهيم عليه السلام لما كان بيكلم أبوه قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك سرات سوية قال له يا أبتي لا تعبد الشيطان طب هو أبوه أصلا ما كانش بيعبد الشيطان ولكن القرآن بيتكلم عن فكرة العبادة والألوهية اللفظين دول دايما بيجيبهم على معنى الاتباع أن أنت هتتبع إما أنت تتبع القرآن وإما أنت تتبع الشيطان فيش اختيار تاني ما فيش هما دول اللي اختارين لقدامك العلماء تكلموا في هذا يعني ما أنا تكلمت في هذا برضو ربنا يبارك لك يا إما هتعبد الرحمن يا إما هتعبد الشيطان وفكرة أن أنت لا تدرك أنك بتعبد الشيطان دي من ضمن الضلال دي مشاكل ما هو أصل خلي بالك يعني إحنا لما بننتقل لفكرة الله الوحي ومن ضمن نقاط الوحي يعني الله عز وجل يتكلم عن فكرة النبوة الرسالة بشكل عام الوحي السابق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفكرة برضو أن أنا برسم لك التصور كاملا أن الناس يعني مش عارف ترند كان على الفيسبوك يقول لك إيه ده طلع سيدنا عيسى مسلم ده طلع سيدنا موسى مسلم هو ده التصور الإسلامي أن كل الأنبياء جاءوا بنفس العقيدة الإسلام بيرسم لك تصور كامل إيه علاقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ورسل اللي جمع قبله وإيه علاقة القرآن بالكتب الساموية السابقة له يبقى عندك تصور كامل فيما يخص اللي هم بيسموه الورد فيو ده من أول وجود الله ربنا خلاء الكون خلاء الإنسان أنبياء ورسل لغاية ما جنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا كنت بس حابب أقول في موضوع الوحي من ضمن الحاجات اللي الله عز وجل بيبينها في الوحي حقوق الإنسان وواجباته ففي حقوق القرآن على المسلم وما يجب عليك كمسلم تجاه القرآن في مفاهيم مهمة كده تتحطف كلمات التلاوة أن أنت تقرأ القرآن لابد أن تحافظ على قراءة القرآن كويس والتدبر أن أنت تفهم معاني وتتأمل فيه وتعيش كده مع الكلام وبعدين الاتباع ما ينفعش تلاقي حاجة في القرآن ربنا بيقولك تؤمن بي ما تؤمنش أعمل كده ما تعملش أو أي شيء عقيدة إيمان تؤمن بي وتصدق أي شيء في أوامر ونواهي تفعل وتنتهي يبقى تلاوة وتدبر واتباع وفي تبليغ تبليغ لابد أن تبلغ هذا القرآن للناس ثم في النهاية الصبر على كل هذا من ضمن المعاني المركزية في القرآن الصبر أن أنت تصبر على طاعة الله عز وجل وعبادته تصبر على أي تكاليف ربنا أكلفك بيها تصبر على أنك تدعو الناس تصبر على أي أذى ممكن تلاقي تجاه هذا التبليغ والدعوة وهكذا لو أنا هنتقل للجزء الخاص بالإنسان القرآن الكريم زي ما قلت فيما يخص الإنسان القرآن بيحدد لك أو بيوضح لك أو بيهديك أو بيصلط النور على الإنسان في الماضي والحاضر والمستقبل فبيجيب لك قصة الإنسان من أول سيدنا آدم وبعدين يجيب لك صراع سيدنا آدم مع الشيطان وبعدين هبوط سيدنا آدم إلى الأرض وهذا الاستخلاف وإيه بقى المفروض مطلوب منك من أول ما بدأت تعيش كإنسان على الأرض في موضوع الماضي ده زي ما قلت ربنا بيتكلم أولا عن خلق الكون خلق السموات والأرض ثم خلق الإنسان ثم من أهم الملامح ودي برضو النقطة اللي أنت تكلمت عنها المراية دي طبيعة الإنسان يا أخي لو أنت مش عارف نفسك أعرف نفسك من خلق القرآن طيب يعني فنفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه دي من ضمن الآيات فيه آيات كثرة جدا بس هي من أشهر الآيات أنت أعرف نفسك من ضمن الملامح الهمة وسولت له نفسه وسولت لهم أنفسهم بقصة سيدنا يوسف أيها فكرة أني عارف أنت الفلسفة بيعودوا يتكلموا والله ضلال يعني من غير القرآن ضلال هو الإنسان ده متكون من إيه روحه نفسه جسد وبيعودوا كده فاهم إزاي تيجي أنت تستقرق القرآن تجد أن فيه حاجة أنت بتتعامل معاها اسمها نفسك وبعدين فيه عداوة الشيطان ليك وبعدين فيه بقى الشيطين الإنس والجن أي مصادر ضلال تانية والمفروض أنت تحارب كل هذا وتزكي نفسك وتحسن من نفسك في ضوء الوحي عشان تعرف إزاي تتعامل مع نفسك وإزاي تتعامل مع الشيطان وإزاي تتعامل مع أعدائك من الشيطين الإنس والجن اللي عاوزين يضلوك القرآن بيكشف لك كل ده علشان أنت ما تبقاش في ضلال فكرة استخلاف الإنسان في الأرض وتكليفه في نقطة العلماء كثيرا بيتكلموا فيها موضوع كمال التشريع الإسلامي وأنا بعتقد أن موضوع الكمال ده هي شملة موضوع السورة الكاملة دي اللي احنا متكلم عنها الله الوحي الإنسان وكل المواضيع اللي تحديها عارف أنت في هذا الكتاب لو أنت جيت تشوف التشجير اللي أنا عامله ده الجزء بتاع الحلال والحرام دي نقطة وسط الشجرة كلها أيها في أصول كبرى لازم أنت تبقى واخد بالك منها من ضمنها أنه لما ربنا يقول لك تاكل إيه وما تاكلش إيه تعمله تشرب إيه وما تشربش إيه تعمله ده جزء من التشريع لكن في قيم أعلى وأكبر من كده بكتير دي من ضمن هداية ربنا للإنسان كنت حابب بس برضو من ضمن الحاجات الراجل هنا كاتب عنوان قال لك النماذج الإنسانية في تاريخ الرسالات اللي هي إيه قصص الأنبياء القصص اللي ربنا حاجاتها في القرآن لما أنت جيت تكلمت عن قصة سيدنا يوسف وربنا قال عنها أحسن القصص وتيجي تشوف هو ربنا تكلم عن مين تاني من الأنبياء فتلاقي مثلا أن فيه ابتداء بسيدنا آدم وبعدين سيدنا نوح وبعدين سيدنا هود وبعدين سيدنا صالح وبعدين سيدنا إبراهيم وبعدين سيدنا لوت وبعدين سيدنا شعيب وفيه طبعا سيدنا موسى متكرر قصته كثيرا جدا في القرآن وفي وسط ده كله ربنا بيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلاقته بكل الدنيا دي وبيتكلم أيضا عن اليهود والنصارى كفرقتين مهمتين وتاريخهم وهكذا فيه بس بعض الملامح لأن كثير من الناس بيعتقدوا أن ممكن الموضوع يكون متعلق بعقائد فقط رغم أن ده الأهم يعني ربنا بيقول أن ما فيش نبي جاه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وفيه الآيات التي تقول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا قوم نوح كان مشكلتهم الشرك لأن دول كانوا أول قوم ابتدعوا الشرك بعد حياة الناس لسيدنا آدم قوم هود بتلاقي أن فيه ملامح أخرى مع مشاكل التوحيد فهنا بيقول لك إيه التغيان بالقوة عاد قوم هود وسيدنا إبراهيم بتلاقي ده فيه ملامح كثيرة جدا مختلفة برضو أهمها موضوع الإيمان بالله والشرق طيب قوم لوط فيه ملمح في القرآن لما تيجي تشوف مش فاكر في أني سورة أظن سورة يونس لما ربنا بيذكر القصص القصص بيجي عند سيدنا لوط ودي القصة الوحيدة التي ليس فيها بداية أن لوط دعا قومه لعبارة الله أولاً العلماء قالوا أن قطعاً ولا شك بمجموعة الآيات الأخرى أن أكيد أن سيدنا لوط دعاهم إلى لا إله إلا الله لكن ليه ربنا في هذه القصة لما ابتدأ بسردها لم يذكر ذلك وبدأ على طول أتأتونا الفاحشة ده العلماء قالوا كأن يعني هو طبعاً العظيم الفاحشة بس الفكرة أنه من أعظم الشر ابتداء الشر فكرة أنك تعمل حاجة ما كانتش موجودة فده شي هو ما محدش قبليهم سبقهم لده فلذلك يبقى الدعوة تركز على ده وبرضه فيها ملامح يا أخي لما أنت تشوف أنا كداعية بقى المفروض أعمل إيه لو الأمة فيها مصيبة معينة مستشرية ما كانتش موجودة قبل كده تحتاج إلى علاج لابد أن تكون هذه من أهم الأولوية طيب فقوم لوط مشكلتهم كانت إيه في النفس والقلب والشهوة وأن أنت ما بتضبطش نفسك وإرادتك ومنغمس في الشهوات والكلام ده كله فتبتدي تلاقي إيه ده الدين له بعد آخر غير مجرد الإيمان والعقيدة له بعد متعلق بنفسي وإرادتي وسيطرتي على شهواتي قوم شعيبي كان إيه مشكلتهم الكيل والميزان والفلوس بيلاموا فلوس كتير من وسائل غير شرعية فتبتدي تشوف ملمح آخر يبقى الدين أيضاً له حكم على ودي مسألة أغلب الناس ما بتحبهاش له حكم على فلوسي أكسبها منين واصرفها في إيه أصالاتك تأمرك أن نترك ما يعبدوا آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أموالنا لا هي مش أموالكم فلوسنا هي مش أموالكم التصور الكبير ده أن أنت كل شيء فيك أنت كإنسان أو ليك أنت كإنسان هي في الآخر لله إنا لله صحيح ولذلك ربنا أعز جل ما تكلم عن الأموال قال أنفقوا مما رزقناكم ما قالش أنفقوا من أموالكم وقال أنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه دي حاجة مش بتاعتك أنت بس دلوقتي أنا بشوفك هتعمل فيها مستخلف فيها لكن في الأصل همش بتاعتك وإنت هتتحاسب إزاي بتكسبها إزاي بتتصرف فيها وهتصرفها في إيه وهكذا ومن الدلال الواقعية لده أن أنت جيت والأموال موجودة وهتمشي والأموال موجودة فهي لو بتاعتك كانت هتيجي وإنت جاي وتروح وإنت رايح من هنا بتبتدي تشوف أن الموضوع أكبر بكتير من مجرد عقيدة ده فيه ضبط نفس وفيه أمور متعلقة بالفلوس وفيه أمور متعلقة بمعاملاتي مع الناس فلما بتيجي تشوف بقى الإنسان كحاضر القرآن بيعلم الإنسان حقيقة الحياة اللي أنت عيشها ده ملمح رئيسي في القرآن أن ربنا بيقولك دي زينة الحياة الدنيا وده زخرف وده وفي الآخر كل ده هيزول وما عند الله خير وأبقى فتصحيح التصورات أن أنت تعرف حقيقة الدنيا اللي أنت عيشها وبعدين فكرة مسؤولية الإنسان أن ربنا بيعلمك في القرآن أن أنت مسؤول ومسؤول بدرجات مسؤول عن علاقتك بالله ومسؤول عن علاقتك بالناس بدرجاتها وقد ربك قال لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يا حسن في عندك أقرب الناس اللي هم في الفقه يعني بقولك الأصول والفروع أبوكمك وولادك بعدين تكون الأسرة وبعدين جيرانك والدين والإسلام بيرسم لك كل ده علاقتك بالناس وبعدين علاقتك بالناس داخل دائرة الإسلام وعلاقة المسلمين بغير المسلمين كل ده القرآن بيرسمه وبيحدده ليك وفوق ده كله العلاقة مع بقية المخلوقات علاقتك بالسموت والأرض ولا تفسده في الأرض بعد إصلاحها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ربنا بيضبط التلت علاقة دول مع الله مع الناس مع بقية المخلوقات وبيبين لك إن في واجبات معينة إنت لازم تاخد بالك منها مفاهيم مركزية في القرآن حابب أقولها فكرة الإسلام لله يعني إيه الإسلام الخضوع والإنخياد والإذعان إن لما ربنا يقولك تعمل يعني قال له ربه أسلم قال أسلم سرعة الاستجابة متنقش داخل تحت ده مفهوم العبادة وتكلمنا عنه تحت مفهوم العبادة مفهوم الإخلاص الإخلاص إن أنت لا تريد إلا وجه الله عزيزي مفهوم الإخلاص ده موضوع كبير وهو مركزي في القرآن ثم موضوع الذكر إن أنت كإنسان بتنسى فلابد أن تجتهد إنك تتذكر طب تتذكر إزاي بإنك تقرأ القرآن تتذكر إزاي بإنك تشوف صحبة صالحة تتذكر إزاي إنك يعني حاجات كثيرة القرآن بيتكلم عنها مفهوم مركزي أيضا التقوى إن أنت تتقي النار باتباع الأوامر والانتاء من نواهي ومفهوم التزكية مفهوم برضو مركزي إنك ترتقي بنفسك لحال أقرب من الملائكة ثم مفهوم الصبر في برضو موضوع أحكام الله ووصاياه القرآن بيتكلم في نقطة عموم الاحتكام عموم الاحتكام المقصود بإيه أي حاجة عايز أعرف هو المفروض أعمل إيه تسأل هو الدين بيقول إيه يعني دي مش طريقة هو الدين هو الدين بيقول إيه المفروض أعمل في أي حال أو في أي حال طب ما يا شيخ بعيدا عن الدين ما فيش يعني طب ما كثير بيقولك إيه بعيدا عن الدين ما تكلميش في حلال وحرار أني أنت تصورك للدين قاصر أنت بتتكلم عن أنهي دين ده مش دين الإسلام ده مش دين ربنا صحيح دين ربنا هو زي ما قلنا كل إنا صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين صحيح فأي حاجة يا إما هلاقي أمر معين أعمله يا إما قواعد وضوابط وأصول أمشي عليها وهلاقي أني في حدود وهلاقي أني في دينيا المفروض ألتزم بيها فهم إزاي يعني سبحان الله من ضمن الدلالات اللي أنا أنت بقى لك كم سنة مسلم أنا بقى لك كم سنة مسلم عجيب أن الواحد يكون 36 سنة هنقول مثلا أن أنا وعيت أن أنا بقى مسلم من وانا عندي 17-18 سنة نخصم إزاي يعني أول مرة تفهم بعض المعاني في القرآن لأول مرة سبحان الله أمر عجيب ربنا بيقول اهدنا الصراط المستقيم كويس ففي مفهوم الصراط وسبيل الله عز وجل ولا تفرق بكم عن سبيله في سبل كده ضلال وفي سبيل طيب ربنا ذكر في القرآن مصطلح أو عبارة سواء الصراط إيه سواء الصراط صح إن انت عندك طريق له حدود هو الدين له حدود وربنا بيتكلم كثيرا عن حدود الله الأعراب وأشده كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله يعني إيه حدود ما أنزل الله إن انت لو تخطيت دايب أنت خرقتي كده عن الدين بتعمل حاجة غلط سواء في حلال أو في حرام أو في عقيدة وإيمان أو أيا كان في حدود للدين طيب الحدود دي هي الملامح جوانب الطريق اللي بتبقى متعلمة بالأبيض أو الأصفر كويس أهدى هداية ممكن تكون عليها إنك تبقى على سواء الصراط في نص الطريق وتفضل بقى ترأي بالطريق هو أنا بنحرف فقربت أخرج منه فتقوم عادل نفسك تاني فقولت سبحان الله لذلك من المفاهيم المركزية طلب الهداية دائما اهدنا الصراط المستقيم طبعا ما إحنا في سأمه وداخل الصراط في هداية الله جميل قوي أيوة صح صح يعني أنا وانا داخل الصراط أيوة داخل الصراط في هداية أنت ممكن تبتدي تنحرف فيعدلك فتقرب من الحدود وتشك ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم له الحديث المشهور اللي بيقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فما نتقش والخيل فيك أكثر من مثال إن في حدود هتقرب هتقع في الحرام ممكن تخرج خالص يعني فكرة فأولئك هم الفاسق الفسق ده معنى إيه ما ما ينفعش يا جماعة مصطلحات مركزية بتتكرر كتير في القرآن وانا مش فهمها الفاسق هو الخارج عن أمر الله في بقى درجات من هذا الفسق في بقى الفسق الخروج الذي يصل إلى درجة إن انت تخرج برا الدين خالص فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون خرجت انت كده عن الدين لما عملت إيه لما ما اتبعتش النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآية اللي قبليها فانت فيه سبيل وفيه سواء الصراط أو الصراط وسواء الصراط فسبحان الله من أهم ما في الدين إن انت تبقى مدرك الدين يا دين مدرك الحدود خريطة مرسومة لك هو طريق مرسوم لك وتمشي بقى في النص وتفضل سائر ربنا إنه يرشدك إن انت تفضل في الحدود دي وأفضل ما يمكن أن تكون عليه هو إنك تبقى ماشي في نص الطريق بالزبط يعني أنت على أساس الطريق نفسه فأنا هقرأ بس عنوين بس علشان الإنسان يبقى مدرك الدنيا كبيرة إزاي ربنا بيتكلم في القرآن عن حق الله على العبيد حق الله على العبيد التوحيد وبيتكلم عن شعائر الله وحروماته وبينظم العلاقة ما بين العبد وبين الله عز وجل الملامح دي أحنا والله أصلنا أحنا في زمن في ناس يقولك طب ما يمكن البوذي ده مؤمن بربنا بيعبد ربنا ممكن الهندوسي ده بيعبد ربنا مؤمن وده كلها طرق بيتواصل أنت يا مني مش فاهم حاجة سبحان الله اقرأ القرآن بس وربني يهديك أحكام متعلقة بالأمة المسلمة موضوع كبير حفظ كيان الأمة تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم تحصين الأمة ودفع العدوان عنها فيه تفاصيل كثيرة القرآن بيتكلم عنها للأسف الناس دلوقتي متخيلة هو الدين له علاقة بالمواضيع دي عارف أنت مرة واحد يقول لي إيه أبسط موضوع ممكن في الدنيا هو الدين له علاقة بتعمل إيه في شعرك تحلق شعرك إزاي اللحية لها النصوص بتتكلم عنها الشارب لها نصوص بتتكلم عنها الشعر الراس لها نصوص بتتكلم عنها لبسك لها نصوص التصور القاصر لدور الدين والوحي والقرآن في حياتك ده لازم الناس يعني تزبطوا ذلك يعني إذا أردت أن تهتدي بالقرآن فعليك أن تدخل القرآن وأنت مفلس في التصور يعني ادخل القرآن افتح المصحف وإنت ما عندكش ثقافة معينة أو فكرة معينة خلاص وخلي القرآن يبدأ يكون شكل تفكيرك يبقى عامل إزاي ومقاييسك تبقى عامل إزاي يعني في مثال كنت قلت قبل كده اللي هو إنت لو شفت واحد بياكل ويشرب فانهار رمضان في الشارع ده بالنسبة لك مجرم صح طب لو شفت واحد زي ما عصري بيأذن وهو معدي من قدام المسجد ما دخلش اصلا ده الشرع كله بيعدي يعني ما حدش بيدخل تصحيح التصورات اه ليه أنا عندي المقاييس اللي خلت اللي عامل كافة نهار رمضان حاجة بير قوي واللي ما دخلش يصلي حاجة عادية جدا بسبب ان انا اولا ما عنديش مقاييس اللي حطها للوحي القرآن والسنة وتاني حاجة هو انتشار المعصية بشكل انها ما بقتش غريبة فعشان كده انت لابد ان تدخل القرآن وانت مفلس في التصور ادخل القرآن وانت عقلك طفل صغير مش عارف ايه الصح ومش عارف ايه الغلط ومش عارف ايه اللي كبير وايه اللي صغير وخلي القرآن يحط لك مقاييس تبدأ تبص بما اراك الله فاحكم بين الناس بما اراك الله وبص بنظارة القرآن البس نظارة القرآن وابدأ بص للدنيا فتلاقي بيتكلم مثلا عن الدنيا وقولك انما هذه الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيس غيس اعجبا الكفار نباتوه ثم يهيج هتروح منك فتراه مصفرا ثم يكون حطامة ولا حاجة وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وردوان ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور ويجي كلمك عن الاخرة يقولك وإن الدارة الاخرة لا هي الحيوان هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون ويقولك يا ليتني قدمت لحياتي إيه هي حياتي الاخرة الاخرة هي الحياة الحقيقية يجي كلمك عن الاتنين مع بعض يقولك وابتغي فيما آتاك الله الدارة الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا نظارة القرآن بتوريك حجم الدنيا وهمها وبتوريك حجم الاخرة وهمها وبتوريك الاتنين مع بعض بيشتركوا ازاي أو بتعمل معهم لذلك فإذا أردت أن تهتدي بالقرآن فادخل القرآن وأنت مفلس في التصور مش عارف أي حاجة طفل مش عارف أي حاجة أبوك ومك هو القرآن خل القرآن يعلمك إيه الصح وإيه الغلط وإيه الكبير وإيه الصغير لو أختم بمفهوم ربنا بيتكلم عن أهل الضلال بيقول إن هما يبغونها عواجة إيه المقصود بيبغونها عواجة إن أنت تخلي القرآن مصطرة مستقيمة تقس عليها يبغونها عواجة مش هتلقم تيجي تقس بيها مش مش تعرف تقس بي شوية على حسب الهوى هقول صح شوية على حسب الهوى أو الغلط القرآن فيه مقاييس ثابتة فعمل زي المصطرة التي تقس بي فأنا في النهاية أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا وإن الله عز وجل يحبب إلينا القرآن ويحبب إلينا قراءة القرآن ويحبب إلينا إن احنا ننظر في القرآن وفي المصحف وفي تفسير القرآن ويرزقنا فهم القرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم والعمل بالقرآن الكريم وإنه يجعل حياتنا كلها زي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض نكون نحن أيضا وكان خلقه القرآن نكون نحن أيضا كذلك يجعل خلقنا القرآن ونطبق كل ما في القرآن اللهم تحب تختم اختم ولا قد انتهينا اليوم يا جماعة بس قبل ما نختم هذا أقول حاجة الشيخ محمد جاب لي بسكوت وإيه تاني ده يا شيخ ده اسمه إيه مش عارب اسمه إيه بس واحل وقا أنا بحب الحاجات دي قوي يعني بحب الحاجات دي قوي أنا أصلا أنا أصلا طول الحلقة عملا أبص كده طيب ينفع أكل وإنا بتكلم بس واحل وقوي يعني فيعني شيخ محمد وكمان جاب لي ناس كافيه ماشي وجاب لي ميا فيعني يا شيخ محمد بصراحة كريمني النهاردة على غير المهم يعني شيخ محمد كريم pinchrik ده عشان خاطر رمضان ده عشان خاطر الحلقة يا شيخ عشان خاطر الحلقة عن القرآن وقرآن كريم يعني فالله ماجعلك من من الايه من الكرماء يا جزائكم الله خيرا شكرا يا شيخنا والله شرفت جدا جدا بالقلوس معك التكلم عن القرآن معك جزائكم الله عنه خيرا جزائكم الله خيرا على الحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته